سيادة اللواء يعني حديث حضرتك يشجعنا نتكلم عن موضوع تاني شديد الأهمية فكرة إن الواحد لابد إن هو يفكر وهو بيتعامل بمنتهى الحزم وبمنتهى تنفيذ القانون وفي نفس الوقت بمنتهى الإنسانية والحفاظ على الإنسان وعلى كرمته يعني إذا كان دور ضابط الشرطة أو رجل الشرطة إن هو يسلم المخطئ للعدالة مش دوره أبدا إهانته ولا تعدي عليه ولا 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 هنا بقى داي شجعني أسأل سعدتك عن إدارة المعلومات في حال وجود أي مخالفة وإحنا شفنا في الفترة الأخيرة طبعا زي ما إحنا عارفين كلنا إن الوسائل التواصل الاجتماعي يعني بتفضح كل شيء ربما تبالغ في تناول بعض الأشياء لكن أصبحنا دلوقتي لو في حد عنده شكوى من ضابط من رجل شرطة أصبح عندنا وسائل شرعية لإن إحنا نقدم الشكوى وإنها تنظر وإن إحنا شفنا حتى بعض القضايا اللي بيحلق لها بعض المخطئين عايز أعرف برضو تعليق حضرتك على النقطة دي أولا إلا يعني منذ 30 يونيو والشرطة حريصة ورفعت شعار الشرطة في خدمة الشعار أنا عاوز أقول لحضرتك يا سادة مشاهدين إن في خط استراتيجي للوزارة هو حسن معاملة المواطنين ده خط استراتيجي لكل قيادات الموزارة كل من يخرج عن هذا الخط الاستراتيجي بيحاسب حساب ليس بالهين ليس بالهين ليه لإن ده خط استراتيجي للوزارة متخساة هذا لا يمنع إن حدوث خطأ من أي فرض أو من الجمهور أو من الظابط لكن كل يؤاخذ على ما أطرفه من خطأ لكن هو الخط الاستراتيجي وحسن معاملة المواطنين ده يعني وفيش واحد يتقدم بشكوى أو يتقدم ضد أي واحد أخطأ ولا بد من نظر في أمر من يخطئ بكل قوة وده خط الوزارة مشي عليه بخطأ سابتة وده من دمن نجاحات التلاحم مع الشعب في 30 يونيور ترجمة نانسي قنقر